قاعد يمي قال واحد قرايبي شرد من اليدام بالقمارك وشرد قتل ليش قال هو علع فاق قتل ايه قال ويمشي حاويات الاجهات دينية هاي من الزرافة وغيرها لحظة نعم نعم تاد الزيت صغورة اي فتشي شبه رقبة الزرافة انا عمالت الشاقة اي صح لحم اي شنو هذا لحم ما عرف الله ما شكل لا استاذ طرح انا ما رجع تجنة بس طرح هذا الزيت يعني اي صغورة امو هاي ترهم بها مضرة يعني عن ناس طبعا فهل هي حقيقية او لا مكتوب عليها لحظة حقيقية 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 اي بس انت قلت انه هاي تلاحظ الصورة انه عيجة بدون غلاف لا لا شنو ممشيسة اي الليبل واللازق لازقين فوق يعني شنو يعني الليبل لازق فوق قلوه تحت النايلون نقول بيها مجال انه هاد او النايلون نفسه نفس النايلون اللي مغلفة بيه هو بالماركة نعم خنقول طباعة شون العلاقة لما يشيلها صيدلية طباعة نقول لا هذا ما يعني تمتكد هذا الرقب الاحماع انا ما اقتنعت به لحم زرافة هذا لا وشكله كله شون الزمار انا مكتبت شاقة يعني اي والله يعني ما ادري هذا طلعي لحم زرافة له شنو هذا ونبيش الكيرو بثمانتالاف جوز ما الكنغرش مدري كتريز ضلم لا لا بثمانتالاف ليز ضلم الزرافة يعني هو تدري انت العجل العجل اللي تجي باخرة عدنا ما العجولة العجل دا ينباع مطروح عدل عدل بعدها ما مذبوح ما مذبوح الكيرو بثمانية اشتون انت تبيع مذبوح ومنظف ومشيز بثمانية تعب حاطن قدام بما يتعلق المنتج الغذائي تلاحظك وحضور مثلا للتقييد والسيطرة النوعية والبيطرة بالذات لان هي المعنية والله عرف موظف بالبيطرة يعني بالصحة يمتلك الصحة والبيطرة ياتم معنية ايه خد في احد المنافذ سنتين نعم عدة ثلاث مليارات وراتمة مليون وربع مرتش يعني عشي نعم نوظف الصحة يجوز يعني عنده شغل اضافي لا ما عنده عرفه يجوز زوجة مثلا زنقيلة زوجت لا تقرأ ولا تكتب كده شامد ارجع لك الله زيان هذا من هو يملك لدف مليارات هذا بالصحة اللي في حصل لحم الشك و لحم خايش يطلعوا هذا والله العاطم مع احترام المقامات شك و لحم خايش يطلع هذا الموظف نعم شك و لحمة خايش يروحولي يسمونه فلانه باللحمة الخايش نعم شك و دجاجة معفنة هو هادي يدخلها قصدك يعني هااا شو سووا يتانونه يجي هو نعم و يطلع هذا المن يطلع عليها شركات يعني لا تقول اسماء ما مجبور كل الشركات المختصة عدنا مجموعة شركات يعني قصد تابع يعني جهة دينية جهة حزبية لا لا هو تنفلت أي شيء مهما يكون السادة اقوله اطلع بقى اكو شغلات ما معقوله هيئة المنافذ ما بيها واحد ذكي يعني انا ليش مرات اتشاعم من عمر الوائل يعني هو ذكي بس يستخدم ذكاء بالتجاه المعاكس التجاه السلبي والله انا سموه ما عند الشي وياه الله شاهد الرجل بس هذا الرجل لو مستثمره واحد بصورة صحيحة ممكن ما ما يصير اجراء بالمنافذ هنا انا سموه قناتكم ما تسمح لي انه اقدم لنصيحة اخوية لا لا براح لو سمحولي من برك وتجاه بصور براحتك والله اقول لي يا عمر الوائل انت اخ عزيز وبعدك بريعان شبابك انا ما اتهمك ما رد اتهمك بالفسد حتى لا باشر تركض بالمحكمة مثل ما ركض صديقك احمد باهر حشيت لي احشيتين تعليق راح ركض اقول لك انه تستمر شبابك بدل بالشيء السلبي بالشيء الايجابي لما يبنى على الصحيح صحيح مثل الشجرة كل ما هي صغيرة وتقومها راح تصعد عدله بس اذا صعدت كبرت عوجة بعد بصعوبة تعدله نصيحة اخوية ما رد منك شي تدري بي انا لا من نوع طامع بمنصب وشنة اعز اصدقاء ممكن يطيني اي منصب ابوق وصير ملياردير انا ممكن ما قاعد لبيت اجار وهاي سيارتي شفتها انت لعتي ممكن اصير ملياردير تدري انت اقل مدير منفذ عدنا سيملك لها خمسة ستة مليار زين ودار يريدون مليار شلو دينار دينار اي اقل واحد هذا ما يبوق ما الهدايا تدري انا اذا رد استغل للبوق اثكى واحد بالمنافذ كلها وعد علاقات بالقمارة كلها وعد علاقة بالموانئ كلها بعيد اكذ الحاوية طال الله من الرصيب بره ما حد يدري بها حتى الملائكة ما دري بها باستطاعتي واصير مليار بير والله هسه ستة شهر انا هسه فاي قوة المنافذ وبعدارته وتحدى بمخابراته اصير مدير منفذ زين بشرط بستة شهر احصل خمسين بليار عراقب زين بس انا شين اريد اقول له اقول له اخي الانسان ما خالف يخطأ يخطأ بس لازم يصحى انا على قول احد الانبياء اني لك من الناصحين نعم انا ما حاطف جيبه شي كلما يروح بقبرة باشر بس يا اخي حسن الوضع يعني الرجاء هاي يعني الناس والشعب العراق كله برقبتك انت بوابت للموان انت انت المسيطر على الموان جرب نفسك من الناس اللي حولك هاي اللي واقفين تقصوره والدزه وتقل امرأوها العلي شران انا ما يهملي لا ضابط فلان واقف فراك الله شاهد انا مقوع الاختي بالله سبحانه وتعالى وانت تدري بي ازل المعرفة لكن تستخدم اصاليب والله ما اضرني ولا تأثر بي وكل من باشرين يناموا بقبرة يا استاذ ما حد ينام بقبرة بس نصيحة اليك غير وانا اليك من الداعمين واذا تضر على هذا اسلوبك ما افك منك لو تنزل بيك ايا قرآنيا تمام استاذ انا مقطع اني تقص